قبل أن ننتقل لشرحة تطبيقات اليوم أود أن أشارك معكم موقع رأي جداً لزيادة المتابعين واللايكات على الأنستغرام كل ما عليك صديقي وأن تقوم بالتسجيل بحساب يعني حساب وهمي مثلاً على الأنستغرام ثم يجب فيتك هاته الواجهة ويمكنك زيادة اللايكات يمكنك زيادة المتابعين زيادة اللايكات على التيك توك كذلك وكذلك على منصة اكس وغيرها الآن أصدقائي سوف نتوجه مثلاً إلى حسابنا على الأنستغرام كما تلاحظون نود مثلاً أن نقوم بزيادة المتابعين على هذا الحساب كما تلاحظون هو به الصفر متابع يمكنك أخذ فقط اسم الحساب مثلاً هذا الحساب أو مثلاً أخذ اسم هذا الحساب أو مثلاً هذا الحساب أو هذا الحساب فسوف أقوم أصدقائي بأخذ هذا الحساب لإسم الخاص بي ثم أقوم بإضافته في الموقع سوف نتوجه إلى هذا الخيار followers نقوم بالنقر عليه ثم ننزل إلى الأسفل وسوف نجد هذا الخيار نقوم بكتابة اسم أو يوزر نيم الحساب الخاص بنا ثم نقوم أصدقائي بالنقر على المستطيل الأخضر هنا ثم نقوم بالنزل إلى الأسفل سوف تظهر صورة البروفيل كما تلاحظون وهنا أصدقائي سوف نجد start لإضافة المتابعين وسوف نحصل إلى 50 متابع كل يوم كما تلاحظون أمامكم ننتوجه أصدقائي الأعزاء الآن إلى الانستغرام وكما تلاحظون سفر متابع نقوم أصدقائي بعمل ريفرش وكما تلاحظون تم إضافة 8 متابعين على الحساب كما تلاحظون إذا توجهنا أصدقائي إلى مكان الإشعارات سوف نجد أن الحسابات أو المتابعين ينضفون إلى الحساب سوف نتوجه ونقوم أصدقائي بعمل ريفرش كما تلاحظون أصدقائي صارت 16 متابع كما تلاحظون ولا يزال الموقع يرسل المتابعين كما تلاحظون أمامكم سوف نتوجه الآن إلى الانستغرام وكما تلاحظون سوف يتم إضافة المتابعين واحدة والآخر على الحساب الجديد كما تلاحظون يمكنك إضافة المتابعين على كل حساباتك على الانستغرام هل سأنتمي التقاط صور سيلفي مهتزة أو مقاطع فيديو غير مستقرة وهل ترغب في التحكم في كاميرا هاتفك عن بعد؟ فهدى التطبيق الثاني بلوتوت كاميرا الشاتر سيغير طريقة التقاطك للصور وتسجيل مقاطع الفيديو فكل ما عليك هو فسحة تطبيق تما تقوم بربطه مع الهاتف الذي تريد التصوير بها عن طريقة البلوتوت بهذه الطريقة وعند الاقتران ستتمكن من التقاط الصور والفيديو عن بعد هذا التطبيق سوف يفيدك خصوصا إذا أردت أخذ صورة جماعية من أصدقاء أو أفراد العائلة إذا كان هاتفك يعاني من بضع في الأداء أو نقص في مساحة التخزين وسائمت من الفات الغير الضرورية والكبيرة الحجم التي تأخذ من مساحة هاتفك فالتطبيق الثاني سيساعدك على تنظيف هاتفك وتسريعه وتحسين أدائه طريقة استخدام التطبيق كما تلاحظون لهذه الوجهة الرئيسية من سوف نجد مجموعة من الأدوات كخيار Clean Guide تقوم بالنقر عليه سوف يريد لك إحصائيات التطبيقات كما تلاحظون مثلا هذه التطبيقات بحجم كبير جدا الموجودة في هاتفك تيك توك مثلا باثنين جيجا ونصف كذلك فيسبوك معرض الصور وتطبيق كين ماستر وهنا سوف يريد لك التطبيقات التي لا تستخدمها يمكنك صديقي أن تقوم بحذفها لإضافة مساحة لهاتفك كذلك سوف نجد File Manager يمكنك إدارة ملفاتك والحصول على التطبيقات المخفية وكذلك الصور المكررة والفيديوهات ونوسخ من التطبيقات التي تأخذ من مساحة هاتفك يمكنك صديقي أن تقوم بحذف كذلك الأوديوهات الغير مرغوب فيها والصور العشوائية الموجودة في هاتفك كذلك App Manager أو مطير التطبيقات هنا سوف يريد لك Storage والData في خيار Storage سوف تجد التطبيقات الكبيرة الحجم كما تلاحظ يمكنك صديقي أن تقوم بالنقل لها ويمكنك حذفها أو تتوجه إلى Data سوف تجد التطبيقات التي تأخذ من الانترنت كثيرا كتطبيق الفيسبوك تقريبا 4 جيجا كذلك يوتيوب 3 جيجا ونصف وغير من التطبيقات التي تأخذ من الانترنت الخاصة بك فيمكنك صديقي أن تقوم بحجبة للانترنت أو تقوم بحذفها إذا لا تريد استخدامها ونها في الأسفل سوف نجد الإحصائيات كل تطبيق على حدة كذلك سوف نجد التطبيقات كم نستخدمها مثلا جوجل كروم فتحناه 290 مرة مثلا الفيسبوك 260 مرة وغير من التطبيقات الأخرى كذلك Screen Time في هذا الخيار سوف يعرض لك إحصائيات الفيسبوك كم استخدامتها من الوقت مثلا الفيسبوك 9 ساعات ونصف مثلا يوتوب 3 ساعات و 26 دقيقة وغيرها من التطبيقات الأخرى وهنا سوف تجد التطبيقات التي لا تستخدمها يمكنك صديق النقر عليها وحذفها كمثلا تطبيق هذا الموجود في نظام الهاتف يمكنك حذفه نعم صديق المتابع من خلال هذا التطبيق يمكنك حذف تطبيقات النظام كما تلاحظ بطريقة عادية جدا بدون أن تحتاج لروت ولا الشيزوك ولا أي شيء دعونا نتوجه إلى الأدوات هنا سوف نجد مجموعة من الأدوات كسيميلر فوتو سوف يعرض لك الصور المكررة في هاتفك يمكنك صديقي أن تقوم بحدف كل الصور المكررة في هاتفك حتى تكسب مساحة في هاتفك أيضا سوف نجد مجموعة من الأدوات الأخرى كالملفات الكبيرة للحجم يمكنك صديقي أن تقوم بحدفها كذلك يمكنك تنظيف الواتف من مخلفات الرسائل والصور المرسلة إليك والفيديوهات والمرساقات وإلى ما غير ذلك كذلك duplicate image سوف تجد الصور المكررة يمكنك حذفها من هاتفك كذلك مجموعة من الأدوات الأخرى كالسكرينشوت يمكنك صديقي أن تقوم بحدف لقطات الشاشة التي قمت بأخذها وهنا Photo Compressor يمكنك أخذ مثلا 20 صورة ووضعها في ملف واحد ملف ضغط كذلك سوف نجد Network Traffic هذا الخيار سوف يعرض لك التطبيقات كم تستنزف من بيانات الهاتف وهنا يمكنك صديقي أن تقوم بعمل تست لسرعة الأنترنت لديك سواء الواي فاي أو بيانات الهاتف تطبيق لتغيير لون الملابس إذا كنت من الأشخاص المولوعين بالصور أو عمل فلوغات سيفيدك كثيرا كما تلاحظون روعت التطبيق سهولة استخدامه ويأتي بواجهة تطبيق كاميرا بسيط فعند فتح التطبيق تقوم باختيار التقاط صورة أو فيديو ومن ثم تؤشر على الشيء الذي تريد تغيير لونه وثم تشرع في التقاط الصور والفيديو بجودة عالية جدا والجميل في الأمر أنه سغير الحجم التطبيق الرابعي يمكنك صديقي من ترجمة أي فيديو كيفما كان وفي أي منصة حتى وإن لم يكن يتوفر على ترجمة فمثلا يمكنك ترجمة فيديوهات اليوتيوب يمكنك ترجمة البودكاست يمكنك ترجمة مجموعة من الفيديوهات الموجودة في هاتفك بالنقر على علامة السائد وهنا صديقي تقوم باختيار الفيديو الذي تود ترجمته من أي منصة كما تلاحظون مثلا فيديو على يوتيوب أو مثلا فيديو موجود في هاتفك ليس لديه ترجمة فيمكنك ترجمته أيضا يمكنك ترجمة الصور وغيرها من الخيارات فعلى سبيل المثال إذا أردت ترجمة فيديو غير متوفر له ترجمة على يوتيوب فيمكنك النقر على يوتيوب أرل بعد ذلك تتوجه صديقي إلى يوتيوب ثم تقوم باختيار ذلك الفيديو الذي لا يتوفر على ترجمة فمثلا أنا قمت باختيار هذا الفيديو بالهندية كما تلاحظون إذا توجهنا إلى خيار الترجمة فلنجد الترجمة كما تلاحظون أصدقائي في الإعدادات بالنقر على خيار كابشن كما تلاحظون فقط الهندية ولكن نحن سوف نقوم بالنقر على مشاركة ثم نسخ رابط هذا الفيديو ثم التوجه أصدقائي إلى التطبيق ثم نقوم بالنسخ رابط ذلك الفيديو هنا في التطبيق ثم نضغط على خيار save كما تلاحظون سوف يظهر الفيديو هنا كما تلاحظ تقوم بالنقر عليه بعد ذلك تقوم بالنقر على enable آي آي ترونسكرايب يعني سوف يقوم هذا التطبيق عن طريقة ذكال إصطناعي بترجمة لك الفيديو باللغة العربية يقوم أصدقائي بالبحث لك على اللغة بشكل أوتوماتيكي بدون تدخل منك فقط يكفي أن تقوم صديقي ببرمجة التطبيق أنه يقوم بترجمة لك الفيديو إلى اللغة العربية سوف ننتظر تبع تظهر الترجمة كما تلاحظون أصدقائي الترجمة صارت باللغة الهندية ولكن سوف نجد الترجمة الصديقي باللغة العربية كما تلاحظون هنا بالأسفل كما تلاحظ سوف نقوم كما تلاحظون أصدقائي الأعزاء الترجمة هنا باللغة العربية والهندية وهكذا يمكنك فهم ما يقال في هذا الفيديو لتسفيد منه بشكل أقوى التطبيق أصدقائي ليس فقط على يوتيوب يترجم حتى على الفيديوهات الموجودة في هاتفك وكذلك يترجم الصور ومن عدة منصات أخرى أما التطبيق الخامس فهو أصدقائي هدية مني لكم أنا سعيد جدا بمشاركة معكم هذا التطبيق لأنه أنيق وجداب وكسر حمنة التطبيقات الترفية والفرجة بفضل المحتوى الذي يقدم سواء في الرياضة أو السينيما ويشغل على كل أجهزة الأندرويد أصدقائي التطبيق بصراحة خرافي جدا جربه سوف تشكرني عليه نختم هذه السلسلة مع هذه الأداة الخرافية من جوجل لاب لتوليد الصور دون أوامر نصية فبدلا من إنشاء أمر نصي ووصف دقيق لتوليد صور على استخدام الدكاء الاصطناعي فهذه الأداة تستخدم الصور بدلا من النصوص التفصيلية الطويلة للحصول على صور معدلة أو معاد تخيلها حيث يمكنك مثلا دمج صورتين في صورة واحدة وبتناسق خرافي تبدو حقيقية وعالية الجودة طريقة استخدام الأداة بسيطة جدا أنا قمت بتحميل بعض الصور لتجرباتها على الأداة فمثلا سأقوم بدمج هذه الصورة كما تلاحظون مع هذه الصورة الثانية كل ما عليك عزيزي هو وضع الصورة الأولى هنا ثم تقوم صديقي بإضافة الصورة الثانية في الخيار الثاني وتنتظر لي ما يعطيك هتين العالمتين ثم تقوم صديقي بالنقر على ألمت X هنا وبعد ذلك يمكنك كتابة وصف صغير فمثلا سيارة تتجول في الصحراء ويخرج هبار من إطاراتها عند كتابة الوصف الصغير تقوم بالنقر على السام الأسود ومن ثم تنتظر بإضافة تواني سيقوم الموقع بدمج الصورتين بالوصف الذي كتبت وستحصل إلى هذه اللوحات الفنية كأنها حقيقية شاهد معي جودة الصور يمكنك تحميله عزيزي من خلال هذا السام هنا الصغير كما تلاحظون أصدقائي الجودة خرافية قام بدمج لصورتين اخترتهم بنفسي وبالوصف قصير جدا وكما تلاحظون هذه هي النتيجة سنقوم بتجربة مرة أخرى هذه الأدات بصورتين مختلفتين مثلا هذه هي السيارة الحمراء ثم أقوم أصدقائي بالخيار الثاني أقوم باختيار مثلا هذه الصورة الثانية ثم أنقر على علامة إكس بعد ذلك أقوم بكتابة وصف على سبيل المثال سيارة تتجول في الغابة ويخرج الماء من إطاراتها ثم أقوم أصدقائي بالنقل على علامة السام والأسود ثم بعد ذلك أنتظر بإضافة تواني وسوف ويطيني هذه اللوحة الفنية من صورتين مختلفتين تم دمجهما وأعطاني هذه الصورة هذه الصورة التي كنت باستخدامها كما تلاحظون سيارة حمراء وكذلك هذه الصورة الثانية